موسيقى مرحبا بالإخوان والأخوات داخل الوطن وأهلا وسهلا بمغاربة العالم عبدالله الشفاري تحييكم من برنامج المحضر على قناة لوديجي تيفي ولوديجي راديو تعيي الإخوان اللي شدين الطرقان وقسموا البرنامج المحضر على قناة لوديجي راديو طريق السلامة والله يجزيكم بخير الحيطة والحضر في الطرقان والله يوصلكم على خير سنحل المحضر للحلقة اليوم من برنامج المحضر واحد النهار واحد الصحافي إسباني معتمد عندنا في المغرب والسكن في الرباط كان عنده معاد ما هو الصديق ديلولي احتى هو صحافي واحتى هو معتمد عندنا في الرباط المعاد كانوا ديرينه في الدار ديل الصحافي الثاني اللي الدار ديلولو في حي حسان أو بالضبط في الشارع شن كانوا ديرين معاد سعود ديلولي بيش لاخر إيجي عند الصديق ديلولي وهد النسادو را الوقت هو الوقت السعودية سعود ديلولي بيش لاخرار أو طيارة أو طيارة وهد شي كان قديم دبي حاليا ولا شيء أخرى إنت ساعة وإنت كتسنف واحد دير مع معاد ويأتي عندك ويدير لك هذا السلام الرجل هو الكلمة قلتك غاد ينجي أنا أجيت هاد النس هدو ما عندهم شادش الموعيد هو الموعيد وإلا مشاحت شي واحد يريد تعطلوا لشو حاجة كي علم الصديق ديلول كيقولوله فاللكران يريد تعطل بحصر الدقاء فلن أبرو بأساعة المهم تنظير مع ما تسعود جال عنده صونة صونة اللولة تجاوض مكي تانية تالتة ما كيجاوش السيدز لا تفديلهم دكاء عيطانية لا تفديلهم سدود ودكيقول ويشنوش لو مع أول مرة كتر هاد القضية بيناتون كيفكر قل ربما عادي كمشالشي خدمة او لشي حاجة او لعادي تلغد ان شاء الله ودي نعيط عليه وفعلا ان شاء الدار الغد لي من وردك التناش كي عيطان الصديق ديلو نفيش شيء الهاتف ما كيجاوش وهو يقرر على انه يمشي عنده الدار وهذا المرة يلا ما لقاش غادي نقز هدك الحيط ديل الفيلا ديل عند واحد الفيلا صغيرة أنا يتحسن غاينقز الحيط وديدخل الدار وفعلا جاء الدار جاء صونا 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 ما جاوب جوينقز الحيط هو يدخل فاش كيوصل للباب كيلقى الباب محلول كيدخل كيبدأ عيط عن الصديق ديلو بالاسم ديلو وكيدور في الدار كي عيط كي عيط الوحلوكت كيوصل لباب ديل بيت النعاس كيلقى الصديق ديلو كله دمياته مضرب عدة طعانات ديل السكتين شايف دك الشي هنا مع اسمي دير هزلاتي فعيط تمتم على السفارة الإسبانية السفارة الإسبانية بدورها عيطت على ولاية الأمن الرئيس الإقليمي دي الشرطة القضائية عيط عن وكيل الملك وعيط عن الشرطة العلمية وطلقوا في علمك فجات الشرطة القضائية النبناصة اللي تقتل فيها الصحافي يعني المنزل دي بالفيلة ديالو كيجي وكيدخلو باقي هذا الصحافي اللي علم السفارة رباقيت من معي كيجي وكيدخلو كيشوف دك الشي الرئيس دي الشرطة القضائية بنفس اللي جا جا كيشوف دك الشي وحن القضائية سمتعرفوها الشرطة القضائية الخدمة ديالها رهيين باقي المحس قضائي واما فيما يفس الجريمة يعني الجوتة او لا شي حاجة كان الفرقة العلمية هي اللي كيت تكلف بها الشرطة القضائية جات ابنت كتشوف الفيلة واشكين شي شي حاجة غريبة ولا شي حاجة ما كينوالو ما كينتشي حاجات نادو الدرين دي الشرطة القضائية وميخرجوا على الفيلة خرجوا على الفيلة ودو كيضروبية علاش كيضروبية باش يشوفوا الشرطة ديال الفيلة ووشي سرجم هرس وشي حاجة يعني وش جا شو واحد هرس ترجم او لا شي عيصابة ولا شي حاجة جاو هرسوا وسترجم ودخلوا ما تلقوا تشي حاجة ما هرس بل اكتر من هذا حن جيوا اللي باب تلقوا والباب تلقوا اللي باب نمهرس متى وانو تشي حاجة ما كان يعني ما كينش شي تراس او لا شي حاجة ما كيناش اوه يبدأ البحث القضائي رأي الصورة القضائية فرقت الصورة القضائية على جوز الفوق وحل الفرقة قال لي همتما قد يجيبوا لي كل ما يتعلق بالحياة دير هات الصحافي اللي توفعنا يا منهار دخل المغريض الى يوم من هذا والفرقة التانية قال لي هم انتما يا غادين تشوفوا لي يا لون تواج دير الصحافي يعني واش يجي وعندو شي ناس شكو اللي كيجي عندو يعني في المرحيث اللي هو عايش غادين يشوفوا لي يا العلاقات دير والصحافي الاسباني اللي لقى الصديق ديره ميت فاش عايط على السفارة ما عايط شغير عن السفارة عايط على السفارة وعايط عن الصحافة الاسبانية لانا الضحية صحافي مقتدر ومعروف جدا في اسبانيا كان هو المراسل للجريدة في الموندو اللي هي وطنية وكان مراسل للوحل الاداعة اللي معروفة في اسبانيا كابينا كوبي والميدان اللي كانت تكفي هذا الصحافي اللي توفى الميدان السياسي عين متان وكان طبعا كيف تبع لها مشاكل السحراء المغربية ولكن ديما كانت بيين وقوب السلطات المغربية على قرائعها ما كان عمر ما ما تلقش مضايقا أو شي عاجا ما تيش شبسة نهائية تيدي الخدمة ديالو ومرضنا ما عنده بسيني ما كنتش مشكلة عودتني السفارة الإسبانية فاش عايت عن يوماتي السيدي يعني ذاك الصحافي اللي قد ضحية هما عايتوا على ولاية الأمن ولكن السفارة عايت على وزير خارجي يديالو يعني يولا في قضية وصلت في مستوى عالي فاش كتوصل للقضية للحكومات كتولي المكالمات بين الحكومة الإسبانيا والحكومة المغربية ووحن القضية مهمة في هذا الوقت هذا في هذا الفترة هذه العلاقة المغربية الإسبانية كانت متداهرة بسبب المشكلة دي الملف الصيد البحري ومع الصحافين كما قلت يكون كنت يكتب في السياسة وكنت يكتب في المساعدة كنت تتعنق في السحراء المغربية وهذه وأعداء الطراب الوطني أريد أن يدرها فرص أريد أن يدرها فرص ويهدرها إلى أغذيان سياسي على أساس أنهم يخسروا لنا العلاقة مع إسبانيا بصفة نعائية وكما قلت تكون رئيس شرطة القضائية فرق الفورة وفرق شرطة القضائية الفرقة الثانية ليس الفرقة الأولى الفرقة الثانية لقد أفهم على أنهم يجيبوا للمعلومات من المحادة ديال الضحية أول معلومة يجبوا أقولوني نعم سيدة عبد الكريين واحد سيدة رأخدم عندهم عندهم ونده سينين شكونا يا سيدة فلانة جيبوا فلانة او مجب فجبوها كي بخلت الفيلا ويتحب لهم سب الحولي يجاز يكون باخير قلوا ليش مكينا لنا قلت يوم انا البارح مشيت مع السادي اللاشية من هنا هاد السلوه متانش فاش قد دخول الفيلا ديالو عنده واحد الزردة و هذه الزردة فيه واحد السلوه كبيره ومعلق فوق منها سلوه قلت يوم انا مشيت مع السادي اللاشية قلوا لي شكران الله عفقت فضليك بحكم انها يخدم عنده وقت عرف اشنو كين الاتات اللي كان في الفيلا وادي دخلات دارت هاد ارتا قلت يودي رامشا وشي حواج من الفيلا رامشا واحد الكمبيوتر ومشا تلفازاء ومشاوا بعض الاتات منورة ما قلبتها دي ويتقلموا رامشا واحد البريكا ديالد كان معين عن الضحي شكران الله شكران جزاك الله خيران بسلام الإسلام وفرقا الولاد ويتبدأ جيبها على البحث دياله فعلان ان هاد الصحفي كان مقتدر ومزيان وهدي الى انه في 1991 سنة اللول اللي جالي على المغرين كان سكين فوح الحي فرمات اسمه اليوسوفية ووح النار ويقع وح المشكل بينه دون واحد شاب مغرين هادشي في اذبت سمية واحد سي فهدف المشكل ادى الى نزاع والنزاع طبعا ادى الى تدخل الامن وجوريجان الامن لانه فالجوريجان الامن عند الصحفي يلقوا عندهم ضربوا حد دربة بالموس ولكن اشنطا هو ان هاد الصحفي ادى يقول لكم الله يجلس يكون بخير اره ما كنتش حاجة وقع غير مشكلة بينه وبينه اره ما كنتش حاجة اره ما كنتش نقية الدعوة وهذه والله يجلكم صافي حنصوا القضية هنا رجال الامن عارفوا بان المشكل اللي اطرأ بين الصحفي وبين الشاب المغربي فهو كانت بناتهم وكانت بناتهم حلقة جنسية هادي الفرقة اللولى الفرقة التانية قال لي هم رئيس الاقليميدي الشرطة القضائية هاد يقول لي هاد تسلم هاد من يجا هاد تسلم وبدو كيقلبوه في النواحي وتعب لي ندين لندينة مدينة القديمة لوسيوم مش عودت لي عقوب المنصور جاء عالناس اللي كيكريوا السلالم او اللي كيبيعوا السلالم وعودت لي ممشوش بزاف اللي بيع لاش ممشوش اللي بيع لان السلوم كان عسيه شوية زيوهدي قديمة مشاش جديد يعني غدا يكون هذا اما شي واحد كيبيع السلالم مقدان او اللي شي واحد كيكريهم على اين شرطة القضائية مش عاد كتسول في كل شي بقعت سول 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 حتى نقو واحد السل وقالي بسنحو لي الله يجزيكم بخير انا راه البرهجة عندي وحنلقى وريسباني وبغوا واحد السلوم يكرم من عندي سيماعناه تعم تانوية على التامان ورانا ديكرو السلوم حتى اللي بضار دياله قلوا له بديوش كطار حدار عقل اخلوا الله دياله نديكم تل عنده وبدأ جيبهم جيبهم ويدخلهم غير الفيلة ها وفاش دخلهم وحكو الوقت ندريه دياله الشوطة القضائية عندو كينجلولوه كيفاش انتا زما ما ترى تاشي مشكل بناتكم تاشي نيزات تاشي حاجة جيتي حطيتي السلوم ومشيتي صافل ويقول لهم الله سيدي ما ترى تاشي حاجة وفينان طوكي بحتمها كابحتمها وتأكدوا بنادك السيد ما عندو تاشي حاجة ينسان يخدم على ولداتو كيفردوك السلاء مرة كيمشي كي يسبغ مرة المهم ينسان ما عندو تاشي على قدرسي قالوا لي ما تخرج من هنا ينم قالوا سيدي خرج من هنا يمع ذاك السلوم سيبعا مشيت في حالات ادوك اشيوه دات الشورطة القضائية الشورطة القضائية حد ذات الوقت اللي ممتن غيكون تقنات فيها التقتلات فيها الضحية ما هو الوقت يعني الوقت اللي جاء بمبسل المسلوم ومحطقهم شمع السبعات والوقت اللي جاء عنده الصديق دياله المرة اللي ولا مهات تسعوه يعني إذ الجريمة هدتكون وقعات ما بين السبعات والتسعوه أيضا طبع هات الحال هات القاضي هاتي كبرهت بزاف وبدأوا الضغطات عن المدير العام الأمر الوطني والمدير العام المحرم الوطني كعاية على والي الأمن وكعاية على رأي الصغطة القضائية كل ربع السعافة فينا هو الجديد فينا هو الجديد وحاجة فراء فاشتعلمات الصحافة الإسبانية وهذك الأشياء كنت عدنا عنها وما تصوروش العدد ديال الصحافين اللي جاءوا المكتوبة السمعية البصارية ربعات عدنا عمر للصحافة وكيجئوا قدام الفيلا وكيجئوا المباشر ديالهو ديالهو يغيطموا اللي تليبيزين ديالهم او اللي غادوا او لا هي وهذه القضية هذي والتي كبيرة اوال غاد ليهو نمشي عند سيد الرئيس الشرطة القضائية وفي ذاك الوقت كان رئيس الشرطة القضائية هو السين حمد عاروس اللي من بعد والوالي أمن جهاد فاس ودبرت قاعدهم النصر اللي يجزيهم بخير عملو رفضنا ديالهم بكل افتخار وبكل صدق هذي شهادة اللي جيت عند السيد الرئيس او بفتوق واسي محمد هاشي واشي وكاليا خاسي تسعد كالياهو محظة حاتين احبني يديره هان كي حيتها لي يكون عاربو الساعة كلها عشرات بقاية وكلها نصر فينا وجوا يجي واجنو وكالياخاسكن رانتها تقسلويا فردات كله تي كيفاش أنكل يارا الامن كلهم في جميع الاحياء الشعبية ولا عند دائمية ولا عند دائمية كيبعوضوا بشي دير مونتي تي 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 كلهم حاضنتشو في جميع الاحياء الشعبية ضربة جبتها منطقة الدوم اليوسوفية وبطكوش يعني الربات كله وعلى جخصكم تعرفوا عافكم فاش كان ادروعوا للسلطة القضائية رأى السلطة القضائية مشين فرقة واحدة السلطة القضائية رفيها عدة فرق رفيها فرقة محاربة العصابات فرقة دي سيب الفرقة دي المخديرات فرقة دي الميناء اللي مكلفين بالقصيري فرقة دي الليشك فرقة دي عدة فرق وكلهم كيتجمعو كيتجمعو في الشلطة القضائية عير باش شاموش يشويش كنقول الشلطة القضائية باش عرفو راعدة وكينا الفرقات السياحة وكينا كينا عدة فرق هادو كلهم خدمونا هاد القضية هادو ومطوات السباقية التانية كيتسنو غير تي حاجة تباعي فشيب ناسا البوليسي وبفعلها اغبو كيتسنو 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 وكينا فشيب ناسا كي مباشرة اللهي جزيكم باخير را جا عمدي واحد شاب را نخذيك نانظر بالطاقة الوطنية وقفوا هذا السيد رمشت دينه جاء رئي السلطة القضاعية دارت البريكية أشنو دروي قولوا معايتوا لي عن المراحفاتكم ومعايتوا لذيك سخارة دي الصحافي اللي كانت خداما عنده جاءت قالوا لي انه مانش الليك وشاده والبريكي دي السيد قلت يومه وهذا البيت ايه ايه واه مجمد هالدريه دا عنده ثم عشر سنانة شاد قالوا لي اشوف اللي صافي متاع وهذا اللي مودينا اوليد في اللي قتل السيد وهذه الطافة يقول لي عشنا الطرع شنو هو السيد باشم كيفاش قل لي مودينا هذك السيد كنعرفوش حاله دي ودي ما كانش عنده وكان مارس معه الجنس في حلص لي كانش في حالات إلا أنه ولي بارت فاش مشيت لعنده والتعمل معي المعاملة مشي هي هذي أولا من بغش يخلصني وتانيا حتى فلن اصدر ما ياسي عزلني اني رفتني وكانير فيه توزيك الموس وكان برفيه كان برفيه في ذيك الغدائد كان برفيه كان برفيه تقتل بله هيوا فاش قتلتو خرشن للغيلة ابديت جاي وصلت للحوم عندنا حتى ويسكن غير هنا يسلوسي وصلت للحوم أدنى وقبل ما نصل للحوم في الطريق تلقتنا مع الصادق ديالي تلقت مع الصادق ديالي قلتو دي هالليترة هالليترة قل لي اشتمي جيتوني هذي نديروا حلقة دي أرجعوا للفيلة ونسرقوا منها شي حاجة باش هما يقولوا باش الأمن يقولوا أو الدرا غير هذي شي ناجعوا وصرقوا هذي وحصلوا مولا المهم ينشي البعض فالك اتجاه هذي وفعنا رجعوا جيزوا للفيلة أرجعوا يقولوا لي لا ينفاش هززوا الأتات اللي اتسرقوا ايه هو عن وقته هو وما يقولوا لي ايه رجال انا ومعاش ترهد الشعاثات قال لي هون خرجنا من عنده أنا والصديق ديالي بضغط مع الثمانية اونص ديالي وفعلا الوقت المحدد اللي كانت دار دار الشرطة القضائية اللي ممكن انه يقتل فيه الصحافة هو هذي يعني بين السبعة والتسرق ايه واو يجي لعادة الجريمة فش كتجيل لهذه الفيلة هذي اللي وقعت فيها الجريمة كتجيل الفيلة كتوصل الباب ديال الفيلة او شخص واخف قدام الفيلة هو المدير العامل او الوطن والصحاف ما تصوروهاش كتن العدد ديال الصحافيين وهو عن عاجل مهمة هذ القضية هذي ترات في الفين وجوش في البداية ديال شهر جوش الفين وجوش وهذ القضية هذي اللي كانت اول مرة كنشوف هذك العدد ديال الصحافي اللي ما تصوروش عن بلكو الصحافة الوطنية والدولية ما شغل اسبانيا جوطة صحافيين دول خريط انطبعت حال ده زو قضية من وراها جان ارهاب جا قضيتوني الرماج جو زو القضية فران اللي حضرت في الفين الصحافي دكترا ولكن هذ القضية هذي كنت هي اللول اللي هيحضر في عادة العادة البدير ديال الصحافيين ايوجينا الاعادة الجريمة جي من دا كلوليد دخلوه ورا كيف اجدالو هذي 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 ايوجينا بيناتوا مع نقاجين السيارة وكانت الاسئلة لسيد الوالي وبغيت نجبدوا واحد من قضية هنا يا على السيد الوالي وللامن اللي كان انا داك هو السلمختار البقالي السلمختار البقالي من الشمال وكان يتقنوا بديقة اللغة الاسبانية فالجمعات عني الصحافة الاسبانية وبدوا في يسولوه كانت الاجوبة دياله كلها اقتنعت الصحافة بان فعلا المشكل اللي يطع هو مشكل جنسي ماذا من الضحيات والجانب ايقو جيت بس نفتبر الموضوع من طبعات الحال ما نفتش عليكم بانني خممت لذيك الاشاعات اللي تدعنتوا هذي وكتكتن فكتن فكتن فرس هذي نكتب هذي الموضوع وكتبتوا كون السيدي ذي يعني جاري موقعات شكونا هو الضحية وفين تقتل وشكو اللي يقتلوا وعناش والسور عادي للبحث ديال الشرطة القضائية لان المحث ديال الشرطة القضائية فاقل من تونيون رمعين ساعات ديول جانب ولكن فاش وصلنا للعنوان احنا يندرتوا حولها في القضاء قدرت عنوان توت لاذيرت سورلمات دي جورناليست اسبانيول تي يدو ساميزة وهاديك توت لاذيرت لا بتوحد دور كبير هي الجواب لكل شي نخرج الموضوع وكتبني سيد المادر العام للامر الوطني وهنعني عن الموضوع وفيما يخص المتهم حكمت هرفة الجناية بالرباط على المتهم الـ 25 سنة سيجن نافدة شكراً على المشاهدة وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم وانسى الدولي حدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة